السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد عماد من قناة المتحدة النهاردة هنعمل بوك ريفيو لكتاب كواع الجارتين لعمر عبد الحميد الكتاب السالس لي بعد ارض زيكولا وامريكا الكتاب من عصير الكتب للنشر والتوزيع الكتاب يصنف من كتب سحر الاراضي والرومانسية والخيال الكتاب بدون حق بتتكلم عن بطلنا فاضل امين طبيب بشر هيسافر لبني عيسى علشان واحدة طلبته العلاقة ثم هيكتشف ان الجنين اللي في بطنها ما بيتحركش بسبب انها ملعونة بقاعدة من قواعد جارتين وانها لازم تسافر لمدينتها جارتين وهيكتشف بطلنا ان جارتين لها قواعد كتير غريبة زي انك اقصى حياة تقدر تعيشها هناك يا خمسين سنة وان ما فيش مساواية بين الناس وان محدش يقدر يخلف القواعد دي لانها كلها محفورة على جدار جارتين بتدور القصة حول غفران البنت اللي من جارتين اللي عايزة تغير القواعد وان يبقى فيه مساواية بين الناس الكتاب جزء اول وليه جزء تاني بس ما عرفش الجزء هينزل انت الرواية نزلت في معرض الكتاب 2018 وانتشرت بسرعة حقهاية مباعات كبيرة بسبب ان عمر عبد الحميد مشهور برواية ارض زيكولا الكتاب مكتوب عليه من وراء ماذا لو وجدت نفسك بارض اقصى ما يمكنك بلوها بها هو خمسون عاما ليست هذه القاعدة الوحيدة في حزن بل هناك ما هو اقصر من ذلك ليجي بقى ونتكلم عن ايجيبيات الرواية الرواية مكتوبة باللغة الفصحة مع مسجب اللغة العامية لدرجة ان فيه كلمات انا اتعلمتها من الرواية الرواية فيها جرهة رومانسية تخليك تعايد في الاجزاء الاخيرة البناء الادب للرواية وطريقة تقديم الشخصيات بحيث ان كل شخصية خدت حقها في الزهور بالنسبة لسلبيات الرواية فمن رأيي انا مش شايف سلبيات في الرواية لان عمر عبد الحميد يتعلم في روايته الاولى ارض زيكولا والتانية امريتا الكتاب واخد على جود ريز اربعة من خمسة راجع رايب ان شاء الله وبكده تكون خلصة حلقتنا ما تنساش تعملها سبسكرايب ولا عجباتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك مع السلامة